عدنا مشاهدين بحسب منظمة الصحة العالمية فأنه يوجد حوالي 42 مليون طفل تحت سن الخامسة حول العالم يعانون من البدانة اليوم سنتحدث عن الوزن الزائد للأطفال ومتى يصبح سمنة مرضية الأسباب والنظام الغذائي الصحي لمساعدتهم على خسارة بعض الكيلوغرامات مع الاقتصاصية في التغذية العلاجية دكتورة نورة لحيمت صباح النور أهلا بك معنا صباح كمال أبنور وسرور وطعاة الرحمن طبعا الموضوع ويد حلو ويد شيء وإن شاء الله يا ربي متابعين تلفزيون العربي اليوم يستفيدون ويتقفون في جيل للمستقبل لنتطلع أن يكون دير صحي إن شاء الله أهلا بك معنا في السيديو لأول مرة مباشرة من السيديو دكتورة يعني البداية أسباب الزيادة أسباب البدانة عند الأطفال أو زيادة زيادة بالوزن هو فعليا إحنا مثل ما نعرف أننا عندنا عوامل وراثية وعوامل بيئية في السابق كان نفس ما قلت إحنا صار في زيادة في السابق كان طبعا عندنا قلة لما نسمع زيادة وزن أوسمنا عند الأطفال لأنه كانت البيئة تساعد بشكل كبير إنه مش صناعية وما فيها هوايد خيارات تأذي تقضية الطفل اليوم إحنا قاعدين في تحدي في خضم تحدي تقذوي لاختيار أو تنسيق نظام الطفل البيئي والسلوكي في خوض أنه في عندك أنت مجموعة كبيرة ومتنوعة من الطعام الغير صحي واللي فعلا أتركتف جذب جذب بالضبط من الألوان من التست مور شغر مور سولت هذه كلها تأثر طبعا وهذه اللي فعليا خلت البرسنتج إحنا عندنا لما نتكلم عن الوطن العربي وبالأخص لما نركز بعد على القولف آيريا اللي هي الخليج نشوف أن زيادة خلال العشر سنين الأخيرة تعتبر زيادة كبيرة جدا أليس أيضا كمان هناك معتقدات مرتبطة عند الأهل بأنه الطفل اللي عنده وزن زائد هو يساوي صحة زائدة صحيح يعني هذه المعتقدات الشائعة هو طبعا نفس ما قلت معتقد بس لما أني للهيلثي وللأسلوب التاغذوي لا طبعا نحن عندنا مثلا حتى في الخليج هناك المكان الطفل امتبت بشوية تذي يعني أنه هاي حلو وصحة زينا والأم مهتمة والمكان يا دكتورة عندنا بالخليج وبكل الدول العربية يعني يعني حتى بالعالم حتى بأمريكا ببريطانيا تذيب هالطريقة بس فعليا لما نركز قبل كان في عندنا مثلا مجاعات كان عندنا مثلا شوي النظم الاقتصادية أقل فكان الأهل اللي يقضون الطفل يكون قليل من الإصابة بالأمراض ليش لأنه يستخدم هذي الدهون في الطاقة فما يمرض لكن حين اليوم احنا مع قلة الحركة كثرة الأجهزة يعني ستندري نقدر نقول اللي هي القعدة الأربع وعشرين ساعة اسلوب الحياة تغير صار أسهل صار كل شيء متاح للطفل فصار الطفل لما يأكل كميات كبيرة ويستقبل سعرات حرارية في غير احتياجة يسير عندنا تخزين دهون بشكل سيء يعني قبل كان هاي المعتقد صح لكن اليوم مع تطور دكتورة نورا متى يعني تكون السمنة هي مجرد كيلو جرامات زائدة ومتى تصبح خطر يعني متى من نقوس الخطر بالنسبة للأطفال لأنه ممكن تكون مسببة لأمراض كثيرة بالضبط احنا لما نشوف مثلا فيه أطفال يكون شوي مليون ما نقدر نحكم عليه أنها هي سمنة أو زيادة وازن إلا لما نشوف البي ام آي أو هي كتلة الجسم احنا عندنا في النظم القذائية وعالم التغذية في الطب بلنا احنا نشوف الطفل بأقرانه بالعالم يعني مثلا لما نشوف مثلا نموة في البرسنتايل 50% نموة طبيعي ومثالي لأنه هو في الرينج لما يوصل 85% يبدي شوي زيادة وزن طبعا هني إذا طافل 85% 95% وما ما فوق هني نبدأ نقول أن هذا الطفل سمين وصل مرحلة السمنة احنا طبعا هاي لما نقول بشكل أرقام وستستك يعني بس لما أني نشوفها بالتحالية الطبية والعلم التغذوي نقول أنه مثلا كل ما صار عند الطفل قلة في مستقبلات الدهون في الجسم استخدامها كطاقة وكل ما صار نفس ما قلنا العوامل البيئية للطفل دايما قاعدة وأجهزة بفضل الألعاب الإلكترونية تركيز الطفل دايما مش حركي فأهني احنا نخاف على مستقبلات الدهون هي ما قاعدة تستخدم بالشكل المطلوب نبدأ نسوي تحالي للطفل لمستوى السكر لمستوى الكوليسترول والركز على هاي الأثنين لأنه إذا شفنا الكوليسترول عنده مرتفع أو حتى السكر مرتفع احنا نشوف حين شريحة كبيرة من الأطفال سكر من النوع الأول قبل كان من الولادة الحين لا مع أسلوب الحياة صار إلى عمر الثلاثين يتم تحديد تحت عمر الثلاثين إلى عمر الثلاثين السكر من النوع الأول طب دكتورة نورة أيضا هناك خوف هلأ عند ممكن الأهال يلي عندهم عم نحكي عن أطفال دون سن الثامنة يلي عنده نمو أو ربما خمس ست سنوات وعنده وزن زائد أيضا يعني اتباع نظام غذائي ممكن يشكلهم هيك علامة استفهام لأنه هيدا الطفل بده ينمى لابد من غذاء متوازن نصيحتك لهم ما هو النظام الغذائي المتوازن للأطفال دون الثامنة يلي عنده نوازن زائد بنفس الوقت بدنا من نكون عم نأثر عليهم بأنه نعطيهم كل الأغذية المطلوبة احنا نفس ما قالت أن الطفل يشكل تحدي لما تيقول له لا تاكل هاي وخذ هاي وخلك على النظام قدرأي حسن بالضبط اليوم يقارن نفسه في أغرانه يحس نفسه أنه شيء مش طبيعي أو مرضي هي السمنة مرضية فعلا لكن احنا لازم نكون شوي بكيين في اختياراتنا وفي تحديد التطور القذائي لمصلحة التي تصب فيه مصلحة الطفل فأحنا ما أنصح دائما أن يكون في دايت وستريك حق الطفل كثر ما أننا احنا نعدل العادات القذائية والخيارات الصحية يعني اليوم أنا أشجع جدا على التسوق الصحي للطفل أن نحنا نشوف حتى في ترولي حق الأطفال فممكن أن نخلي الطفل من عمر الثمانة سنين هو ما فوق وحتى تحت عمر الثمانة سنين يعني أنا عندي بنتي من عمرها كان أربع سنين أنا خليها تسوي الشوبينج معاي من اللي ترولي لصغير تروح أعلمها شلان تختار بس للأسف بالسوبر ماركت على مستوى منخفض بتلاقي كل السكاكر بحطوطة لعيون الأطفال بس شو؟ أهو بالضبط بس أننا نحن مثلا نقول حق الطفل يعني أنا مثلا بنتي إذا تشوكلت يعني تشوكلت تشوكلت لا أقول لها لا هاي خطأ فأنت تبدي تعلمها أن مثلا مع بسكوت فأنت تشي تقلل الضرار يعني في مرحلة تطوير الطفل القذائي أنا أفضل أنه ما يكون وايد صارم الأفضل أنه نحن نعلمه يختار أفضل السيئين أفضل من نخليه للمجال مفتوح للأشياء السيئة خصوصا أيضا القدوة تلعب دور لما أنا مثلا كأم اليوم أقول حق العيالي مثلا لا تاكلون فاست فود لا تاكلون أشياء مقلية استبدلوها بالمشوية لازم أنا أكون أيوة لازم أنا أكون قدوة وأنا لازم أسوي هاي الشيء اللي أنصح فيه الطفل فهني الطفل رح يأخذ عادة سهل جدا أنه يتقبلها سهل جدا أنه حتى ينقلها الأقرانة فأنت هني قاعد تبني مجتمع واعي ما أتيه تقول حق الطفل أكل وجبة فطور قادة شذي بس هاي ما تاكل هاي ممنوع هاي رح شوف الطفل يبدي منحلة الكذب فقدان الذات عدم الشعور بالمسؤولية صحي وأيضا مشكلة أيضا التعامل مع الجسد مع جسمه بالضبط لأنه الصورة الذاتية يعني بيبلش يعرف وكأنه هناك مشكلة بصورته لأنه أيضا عندما نقارن بين أنه الأطفال اللي هني أقل وزنا بأنه ليه ما بتضعف لا تصبح لا تأثير يعني أنا بقولك في عوامل وايد نقدر نقول عوامل اجتماعية ونفسية تأثر على القفل نفسية تأثر على القفل أن مثلا الناس تبتعد عن الأطفال اللي فيهم سمنة أو زيادة وزن بسيطة عشان يبدعدون عن التنمر عشان ما يقول لها هاي والله رفيجك عند زيادة وزن فيه شغلة وايد مهم أننا نركز عليها فيه أطفال اليوم يشتكون حتى من الصداع يعني احنا نفكر بس عشان الأجهزة وفعليا لما تكون مستقبلات الدهون عندنا ما تشتغل بالكفاءة المطلوبة يصير فيه ضغط في الجمجمة عند الأطفال هاي الضغط يسبب تشويش للرؤية فيه أطفال نشوفهم يحكون عينهم يمسك صوب راسة يحس بدوخة فهاي الأعراض احنا ما نشوفها إلا في الكبار صحيح عما اليوم قاعدين نشوفها في الأصغار ارتفاع الكوليسترول من الأشياء اللي فعليا قبل ما كنا نشوفها في الأطفال اليوم ضغط سكر كوليسترول الأشياء اللي صارت في كبار السن مع تقدم العمر احنا اليوم قاعدين نشوفها عند الأطفال يعني قلة الحركة كما ذكرت الجلوس أسلوب الحياة أيضا عنده تأثير على نظام الغذائي يعني قبل كان الوراثي أكثر اليوم لا يعني قبل كان العامل الوراثي احنا نقول من نشوف طفل سمنا شوية في سمنا نقول أكيد عامل وراثي أما اليوم نركز على العامل السلوكي والبيئي أكثر من أن يكون وراثي طب دكتورة الحركة يعني أين أهمية الحركة والرياضة أيضا يعني شوي نصيحتك للأهالي يلي كمان في بعض الأهالي أنا دايما بحض برأسي عندما أسأل السؤال يمكن بعض الأهالي يلي بيخافوا على أولادهم حريصين كثير عليهم ما بيخلوهم يطلعوا خارج المنزل أو يقوموا بحركة وبالدنياهن بالعكس بيفرحوا لما بيلاقوهم قاعد دائما الأجهزة لأنه أمام عيوني ومرتاح بينما هذا الولد بحاجة لحركة هو أكيد نفس ما قلت إحنا اليوم يعني في خضم التطور نخاف أننا الطفل يطلع بارح فيصير فيه ومور أتركتيب ومور بروتيكشن حق هاي الطفل لدرجة أن يصير حتى المهارات السلوكية والحياتية عنده قليلة فإحنا أن أنصح يعني الأباء وأنا اليوم أم يعني عبر التلفزيون العربي مو بس دكتورة تغذية أنا قاعد أقول أن الحماية الزايدة للطفل والتدليل الزايد للطفل مؤذي للطفل مثل ما ذكرت فأنا أنصحهم أن دايما نشرك الطفل مع أقرانه وإحنا نكون بعد يعني شيرينج والذم أن يكون فيه مثلا عندنا إحنا مثلا بذات في الخليج ولطن العربي ممكن أكثر من الدول الغربية شوية أن نحن عندنا التجمع العائلي الإسبوعي فهذه ممكن نستفيد مننا أن نحن نسوي أنشطة إسبوعية للطفل فبالتالي نبني الثقافة الحركية نعطي الطفل مثلا أنت عندك 24 ساعة ثمان ساعات رح ترقد النوم الكافي رح يعزز من كفاءة الجسم وحرق الدهون ونقول له مثلا عندك ساعة اليوم تسوي فيها اكتيفتيز اللي يجمع أكثر عدد ساعات خلال الأسبوع لقفت at the end of the week فهني أنت تخلي حتى مع يعني أخوانا أو عيال عمّة أو أهل أو أصدقائها أنه يبني هذه الفكرة أن أنا كلما جمعت رصيد حركي استفت قفت واستفت صحة بالحديث عن النشاطات الحرارة الخارجية عم تصبح يوم بعد يوم أفضل ومسلا بالدوحة في كتير من الأماكن يلي ممكن العائلات تستفيد منها بالخروج مع أطفالها والقيام بالحركة تحدستي عن النظام يعني أكتر من مرة معنا دايما بتشددي على أنه النظام الصارم هو نظام مؤذي سؤال الأخير كيف يمكن يعني وبسرعة لو سمحتي كيف يمكن الأهل أنه ينظموا هذا النظام بناحية المأكلات يعني أي مأكلات يجب أن تخطر ببالهم أو يضمنوا تكون موجودة بنظام غذاء الطفل يركزون عليها في غذاء الطفل هي طبعا من ناحية القذائية أفضل شيء نحن نركز عليه أن نبتعد عن الأشياء العالية بالدهونة اللي هي الدهونة الحيوانية نركز على الخضروات المشتقات النباتية لأنها قليلة بالدهون بالإضافة إلى إضافة الحليب عشان نعزز الكارسيوم والعظام شرب الماء في القذاء أهم شيء نحن نعلم الطفل أنه بعد الوجبة بساعتين تقدر تنام قبل الوجبة يعني أنت توقع ماء كل ما يصير تنام فهني أنت تبني نظم قذائية القذاء الأهم فيه الكميات ممكن أنا أكل شيء صحي بس كميات كبيرة هذا بعد يأثر سلبا أنا أريد أن أشكرك جزيل الشكر على كل هذه المعلومات أنت ضيفة عزيزة وأكيد سيكون لدينا فقرات لاحقة ببرنامج لا أتشرف صراحة فيكم في ديفوزيون العربي شكرا وألف مبروك على الاستيجون شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك